موسيقى غرفة الأخبار من سكاينيوز عربية مع مهند الخطيب أهلا بكم إلى غرفة الأخبار ونتابع فيها اليمن معركة تاز وطريق الخطيين إلى الجنوب ليبيا طرابلس بعد بنغازي الجيش يضرب الميليشيات المتطرفة الأمن في سوريا رستم غزالة نموذجا موسيقى إذن في اليمن القتال وللقتال قصص كما للسلام ومفاجآت لا تنفك تقع يوما بعد يوم صنعها تسقط بيد الحوثيين فجأة هادي يغادر رغم الحصار الشديد وأيضا فجأة عدن تتحول لمركز البلاد السياسي وعلي عبدالله صالح يدخل على الخط بهجوم فاشل على عدن وتعز أحدث الحلقات في مسلسل المفاجآت ليبدو الأمر وكأنه استباق لحوار الرياض حوار تريد الأطراف دخوله وهي تحمل من الأوراق ما يقوي حضورها قد تبدو للوهلة الأولى أن الأزمة في اليمن خبط عشواء لكن قراءة متأنية للأحداث تفيد بأن الأمور تتساقط كأحجار الدومينو والغريب أن سقوطها بخسائر محدودة وكأن هناك توزيع أدوار بين الجميع تعز آخر الأحجار التي وقعت بيد الحوثيين من دون مقاومة تذكر رغم أن التظاهرات المناهضة تملأ الشوارع لكن الواقع الميداني يقول إن ثالثة كبرى مدن اليمن باتت في قبضة الحوثيين وهي المدينة المفتاح التي منها يمكن الدخول إلى الجنوب ولا تبدو رحلة جماعة أنصار الله إلى هناك بعيدة فالتعزيزات الأمنية استقدمت وعشرات الدبابات وناقلات الجند عبرت باتجاه محافظتي الضالع وعدا قبل تعز سقطت العاصمة صنعاء بيد الحوثيين وما بينهما استقال الرئيس عبدرب منصور هادي ووضع تحت الإقامة الجبرية واستقالت الحكومة وحجز على حرية تنقل رئيسها ووزرائها وصدر الإعلان الدستوري عن الحوثيين ثم توجه الرئيس هادي إلى عدن وعدل عن استقالته متخذا من عدن ملاذا ما لبث أن أصبح غير آمن فالرئيس السابق علي عبدالله صالح وحلفاءه المستجدون ضمن تحالف الضرورة قرروا نقل المواجهة إلى هناك في سباق جمع الأوراق الرابحة تمهيدا للذهاب إلى حوار الرياض يمسك الحوثيون بالكثير ميدانيا ويمسك هادي بالأكثر سياسيا فيما يمسك صالح بالجميع أو يحاول ذلك يبقى أن أحجار الدومينو اليمنية لم تسقط بعد جميعها والمشهد ذهب إلى مزيد من التأزم فإلى جانب هذه القوى السياسية كان تنظيم القاعدة يعزف إيقاعا جانبيا حتى قرر تنظيم الدولة اليوم أن يشاركه فيه أو يحل محله ومعنا الآن من صنعاء الكاتب والباحث السياسي ماجد المدحجي أستاذ ماجد مرحبا بك معنا السيطرة على تعز ثالث أكبر المدن اليمنية هل هي بداية لسيطرة الحوثيين على عدن برأيك؟ لا يمكن الجزم بذلك لكن تعز هي تحول مهم في الأخير تعز ليست المدينة الحيوية بقدر ما هي نقطة ارتجاز وتعزيز للدخول إلى الجنوب وعلى الأقل إلى عدن والضالع ولا حق في الأخير هذا المفتاح الاستراتيجي قد يكون نقطة امداد مهمة وتأمينه يكفل عدم إرهاق القوافل الممتدة عسكريا إذا اندلعت معركة أيضا تعز هي استكمال لسيطرة الحوثيين على البحر الأحمر نسع التعبير بعد سيطرتهم على الحديدة ووصولا إلى باب المندب ما يمنحهم ورقة سياسية في التفاوض ليست على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي مع السعودية ومصر يعني هي عنصر ترقيح ذو مستوى متعددة على الرغم أنه بتقديري باكر الحديث عن حسم موضوع تعز خصوصا في ظل تحركات الأطراف كلها وحالة الغلايان الشعبية الموجودة التي قد تعقد استقرار الوضع للحوثيين فيها ويمكن الإشارة أيضا بمستوى آخر إنها تبدو غطاء لمقدمات المعاركة التي اندلعت في حدود مارب والبيضاء كل هذه مستويات متداخلة تعز في قلبها والذلك الحوثيين وتحالفاتهم تركز عليها إلى أي مدى مسألة الدخول إلى الجنوب إلى عدن تحديدا ستكون ميدانيا مسألة ممكنة بالنسبة لأنصار الله عسكريا هل هذا أمر ممكن ما هي المقاومة التي قد ربما تقف في طريقهم قبل الوصول إلى عدن هناك مستويات متعددة من التعقيدات بتقديري أولا ما هي الصيغة التي يريد للحوثيين الذهب بها إلى الجنوب هل الصيغة العارية لميليشياتهم أما الذهب عبر مؤسسات الجيش وهذا يتم حصاره وإضعافه عبر دور يلعبه الصبيحي الذي يحظى بقدرة على التحرك والتصرف في تعطيل بعض إمكانيات الجيش الموجود في الجنوب الذي قد يحسب على صالح لكن أيضا هناك تعقيدات اجتماعية وقبلية طبيعة التحالفات التي أتاحت على سبيل المثال دخول صالح للجنوب 94 تغيرت الآن وهناك ولاءات قبلية مركزها هذه مركزها الصبيحي مركزها السعودية أيضا وبالتالي هذه ستكون لن تتيح تحركا حوثيا سهلا بالإضافة لا نغفل على كون أحد أهم التعقيدات الموجودة أمام الحوثيين هي حاسم مارب للذهب إلى الجنوب عبر بوابة حضراموت أو شبوة الذهب عبر خط واحد وتعز أو الظالح هذا سيكون مخنوق عسكريا كثيرا أمام الحوثين وسيقفل سيعمل مشكلة ولذلك أي ذهب لحسن الموضوع السياسي والعسكري في الجنوب يجب أن تأمين كل خطوط الاتصال العسكري والشعبي إذا صعب تعبير في مارب في تعز في أكثر من منطقة ولذلك هذا أمر ليس يسيرا على الأقل ضمن السوية الأولى على الصعيد الدبلوماسي سيد ماجد الآن ونحن نتحدث هناك اجتماع جلسة خاصة لمجلس الأمن للنظر في موضوع اليمن من المتوقع أن يصدر عن المجلس بيان اليوم يدين فيه تحركات الحوثي وسيطرتهم على عدد من المدن إلى أي مدى هذه التحركات برأيك ستمنع أو ستحول دون تمدد النفوذ الحوثي إلى مراتق إضافية في اليمن واضح أنه في الأخير فعالية مجلس الأمن منخفضة التأثير على الأقل على جماعة الحوثي التي هي أساسا ذات حضور دولي منخفض المستوى وتقيم تحالفات مع أطراف إقليمية مغضوب عليها دوليا وتخضع بذاتها لعقوبات نتحدث عن إيران أو حزب الله بالتالي لن يشكل فرق اتخاذ مسار عقوبات على الجماعة ذاتها بقدر ما يزعج أبرز حلفاءها السياسين وهو علي عبدالله صالح الذي لا زال تؤذيه إذا صح التعبير هذه العقوبات لكن يؤذيه أكثر موقف رسمي خليجي يصنفه كخصم في الأخير صالح لا يريد قطع خطوط الصلة مع المحيط الإقليمي وبالتالي هناك مستوى متباين لهكذا مواقف دولية أو مواقف إقليمية على الرغم أن الحديث عن فعالية المؤسسة المجلس الأمن الدولي تبقى منخفضة التأثير لأسباب متعددة منها بالإضافة الموقف الروسي الذي بدأ يأخذ وقهة سورية إذا صح التعبير في تعامله مع الملف اليمني ويقوم بتعطيل كثير من المسارات ولذلك لا أظن أن الفصل السابع سيتخذ قرارات تحته بإجمع مجلس الأمن في ظل الموقف الروسي المعلن حاليا هناك من يرى أستاذ ماجد أن ما يجري حقيقة اليوم هو بناء على نوع من الاتفاق الضمني بين الرئيس عبد الرب ومنصور هدي وبين جماعة أنصار الله سيؤدي في نهاية المطاف إلى انفصال الجنوب وسيطرة الحوثيين على الشمال ما رأيك هل هذا سيناريو معقول أم أنه يندرج في ما يمكن وصفه ربما بنظرية المؤامرة يعني هو ميهل لأن يكون جزء من أوهام التي يتم تداولها لتفسير ما لا يفسر في اليمن عادة بتقدير الحديث عن ذهاب اتجاه الدولة في الجنوب سيكون مسارا فوضويا باتجاه الاستقلال الذي لن ينجز بالإضافة أن الشمال لن يحدث فيه حالة استقرار ضمن الإطباق الحديدي للحوثيين فيه هناك وضع لن يستقر سواء باتفاق من الطرفين أو بدون اتفاق يعني لن يمكن الذهاب إلى هكذا السيناريوهات مريحة لدى بعض الأطراف التي تفكر بها منها قوى الحراكة الجنوبية أو لدى جماعة الحوثيين أو إذا كان ذلك غير معلنا لدى الرئيس هذه بتقديري هذا مسار صعب لا تخدم الظروف الحالية والتعقيدات وهناك قوى غير منظورة في العملية السياسية لكنها فاعلة الأرض منها القاعدة منها التشكيلات الاجتماعية المتداخلة لن تكون ضمنها كذا معطيات إذا صحت شكرا لك ماجد المدحجي الكاتب والباحث السياسي كان معنا مباشرة من صنع الآن إلى يوسف وتفاصيل الوضع في التعز على الأرض يوسف ثالث أكبر مدينة في اليمن يبدو أنها باتت مهددة الآن بسيطرة الحوثيين عليها الوضع صعب يعني التعز كمدينة ومحافظة يعني هناك سيطرة كبيرة للحوثيين وإن لم يكونوا منتشرين على الأرض كما قال الضيف قبل قليل التعز ليست مدينة بذلك الحيوية ولكنها نقطة ارتكاز مهمة لمن يريد الوصول إلى عدن في الجنوب نتحدث إذن عن التعز هنا وهي مكان استراتيجي ومهم جدا لمن يريد أن يصل عبر لحج إلى عدن سقوط تعز بيد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان أسهل مما كان متوقعا كان بما يشبه السقوط الناعم بعد السيطرة على مطارها المدني والعسكري ومعسكر الأمن المركزي ومجمع المحاكم والسجون لا يوجد تواجد كثير للحوثيين في شوارع تعز لكنهم باتوا يسيطرون على مفاصل المؤسسات هناك نتحدث اليوم عن دعم عسكري للمتواجدين في تعز كانت هناك طائرات قادمة من صنعاء هذه الطائرات ثلاث طائرات عسكرية كانت محملة بين مسلحين حوثيين بزي الأمن الخاص وصلوا هنا إلى تعز كتعزيز من صنعاء أيضا كان هناك تعزيزات من الحديدة جاءت عبر الخط البحري أيضا إلى تعز هذه المحافظة التي تشرف على باب المندب هنا وضيفنا قبل قليل تحدث عن أهميتها الاستراتيجية في التفاوض مع الدول الإقليمية أيضا اللجنة الأمنية داخل محافظة تعز أعلنت عدم موافقتها على تحريك تعزيزات خاصة إلى المدينة دعت قادة الوحدات العسكرية بعدم تحريك أي قوات إلا بأمر المحافظ والشرعية لكن هذه ليس لها سلطة قوية على الأرض ما يحدث الآن يحدث من خلال الحوثين الذين يصلون بسلاحهم وعتادهم إلى المدينة وإلى المحافظة ومن خلال القوات هناك الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح هناك أيضا ضعم آخر قادم من هنا من الضالع قوات موالية لعلي عبدالله صالح فيها حتى سلاح ثقيل فيها دبابات عشرات الدبابات مع الجنود تحركت باتجاه أيضا المدينة التعز مع بعض القوات لتعزز التواجد العسكري في هذه المحافظة كنا تحدثنا عن أن البيضاء هذه المحافظة عصية عن أن يدخلها قوات الحوثيين لذلك نشاهد أن هناك كان قفزة إلى الضالع ومن ثم إلى تعز والهدف الآن هو ربما دخول لحج إن استطاعوا إلى ذلك سبيل من تعز وربما من بعض المناطق في الضالع أخيرا كتهديد أيضا اليوم كان هناك طائرات حلقت فوق عدن نذكر أن الطائرات كانت قصفة قصر الرئيس عبدالربو منصور هادي عادت إلى التحليق هناك وبالتالي الوضع يبدو صعبا رغم محاولة الحكومة في عدن للتصدي لبعض التحركات